انطلقت بقرية ليلة مركز ميت غمر في محافظة الدقاهلية قافلة ستر وعفية التي تأتي تنفيذ لتوجهات الرئيس أسيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعتبر قافلة ستر وعفية هي أول قافلة شاملة للتحالف الوطني الهدف منها رفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومن جانبها أوضحت رئيس قطاع المكتب الفني لمؤسسة حياة كريمة سيمون ناصر أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مدرية التضامن الاجتماعي بدقاهلية لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية المتكاملة التي ننزل بها لكل القرى والمراكز لخدمة أهلنا سواء في الجانب الطبي أو الجانب تقديم المساعدات الغذائية سواء من خلال منافذ أو من خلال ترق الأبواب عندنا جانب توعاوي خاص بالأطفال النهاردة من خلال صناع الحياة وعندنا معرض للملابس من خلال صناع الحياة ورسالة مشاركين فيه دورنا أن ننظم سير العمل داخل القافلة مع باقي المؤسسات علشان نقدر أن نخلي المتطوعين دول يقدروا يشاركوا مع المستفيدين يساعدوا المستفيدين وأنه يتعلموا أنشطها مختلفة على اختلاف أعمارهم الموجودة داخل القافلة دفنا أن نحن نوحد القوة بتاعة التحالف كلها كل المؤسسات بنيتحد مع بعض أن نحن نوصل الخدمة لأهلنا في الكرة الأكثر فكرا في المحافظات التي تبع لنا شكرا